موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبابي طلاب الصف الخامس يلا يا أبطال بدنا نأخذ اليوم درس كثير سهل الدرس الثالث الدرس الثالث يا حبابي بفهم الدرس الثاني يعني ما فيش فيه شي جديد فيه فكرة صغيرة جديدة بيظلم مشي على أسلوب الدرس الثاني يلا يا حبابي جيبوا الدفاتر والكتب خذوا نفس اهدقوا استرخوا وخلونا يا حبابي شو بدنا نراجع الحين بدنا نراجع الدرس الثاني والأول طيب نتذكر يا حبابي مع بعض نتذكر يا حبابي قلنا في عندي اشي اسم ايه القواسم او شو يا حبابي هن العوامل شو يا حبابي قواسم العدد او عوامل العدد يا حبابي قلنا هي أعداد شو يا حبابي يقبل العدد القسمة ما علي ايه ما عليها تمام دون ايه دون باقي دون باقي في الصف الخامس تمام طيب قلنا يا حبابي في عندي اشي ايه اسمه عدد ايه اولي شو يعني عدد اولي يا ابطال قلنا عدد فقط يقبل القسمة على نفسه وعلى شو يا حبابي وعلى الواحد بس بس عددين شو هنا العدد الاولي يا ابطال اللي هنا تنين ثلاثة خمسة سبعة اهداش تلتاش تلتاش سبعتاش تسعتاش وبظل هم كامله شو بدي ياك تحفظ بدي ياك تحفظ لهن تمام لو لاحد الهداش كمام مقبول تمام بدي ياك تحفظهم هؤلاء زي اسمك هظل العدد اولية حكينا يا ابطال شو يعني تحليل الى العوامل تحليل الى العوامل كيف يعني بحلل العوامل يا حبابي قلنا انه نكتب العدد على صورة ايش على صورة ضرب ايش عوامل تمام يعني عامل او اكثر من عوامل تمام هظه الدرس الاول ملخص الدرس الاول طيب وعلى الدرس ايه الدرس التاني شو قلنا في الدرس التاني حبابي للتحليل ايه للتحليل الى ايه الى العوامل الاولية بدي احلل العوامل الاولية ابطال شو باعمل في عندي طريقتين يا عندي الشجرة يا عندي ايش يا حبابي القسمة ايه اسمها المتكرر 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 يظه حبابي طريقة الشجرة باجي بحط طلع معي ابطال هاي الشجرة بدي ايه عدد ستة وتلاتين مثلا بدي احلل العوامل الاولية يظه هاي بحط ايه فرع تمام باجي بطلع يظه شو بدي استخدم بس بقسم على شو عدد اولية يصبح العدد الاولية قبل شوي اثنين من الثلاث و الخامسة و السبعة والأحدة والأحدى والأثنين للزوجة الثلاثة للفردي الخمسة يوم ها ما بتشوف خمسة سبعة والأثنى و الستة غير حبابي بعدد شماله اذا زوجة يعني بقسمها على ما بنقسمه من النص يظه ستة وتلاتين تقسيم أثنين كمي أطين تقسيم أثنين يظهي ابطالا يا حلوين بطيني هذا الأشي معك ستة وثلاثين شيكة نقسمهم على اثنين او بتقول التلاتة كم من اثنين فيها بتقول فيها واحد طب شو بيضل بيضل ايه واحد ستة عشر كم من اثنين فيه بتقول ايه ثمانية يلا تمنتاش منا نقسمهم على شو منا نقسمهم على اثنين يلا يا ابطال شو رادل بضربة في اثنين بعطيني تمنتاش راح تقول لي تسعة التسعة يا حبابي عشو بنا نقسمها يا ابطال يا حلوين على تلات شو بعطيني ابطال تلات تلاتة عشو بنا نقسمها يا ابطال يا حلوين اخر اشي على تلات شو بعطيني اخر اشي واحد بظلني امشي تأصل ايه الواحد تمام طب عنا كمان القسمة المتكررة بنفس الطريقة يلا حطه ستة وثلاتين وهي ابطال حطي شرط القسمة المتكررة يلا ستة وثلاتين شو بتقسمها على اثنين صح لانا عدد ايه موجب اول واحد فا زوجي ستة وثلاتين على اثنين قد يقولنا بعطيني تمنتاش وفهمناك وكيف طلعتي اضع اثنين تسعة اعاد ثلات لانا عدد فردي ثلاث على ثلاث بعطيني واحد شايفين على طول بدي اكتب الستة وثلاتين حبابي بصورة العوامل شو بعطيني ايه الستة وثلاثين هون يساوي ايه بالاسرق يا حبابي العوامل هن ها هنا اثنين في اثنين في ثلاث في ثلاث هذو العوامل شو ما نقوله هنا الاولية طيب لو بدي الكلية يا حبابي العوامل الكلية الازرق والاح والاحمر مع بعض تمام هاذ الدرس اللي اخذ نائه السابق طيب الهم ناخد درس كثير سهل اسمه العامل المشتركي الاكبر طيب نيجي نتطلع ونقرأ نشاط واحد موسيقى لدى الخياط رياض شريطان الاول لون شمال احمر وطولة واحد وعشرين متر والتاني لون ازرق طولة تمانية وعشرين متر كيف يمكن لهذا الخياط قص الشريطين الاكبر قطع متساوية الطول لكل منهما تمام مجد قص شريط الاول كطر متساوية طول كل منهما اللي هو 1 متر او 3 او 7 او 21 نعمل عدد 21 هي 1 3 أو 21 يمكن قص الشريط الي قطع متساوية طول كل منهما شو هنا خبابي 1 متر 2 متر 9 ركتر 24 حو 12 28 اول عدد 28 هي 11 24 7 ماذا العوام المشترك العددين 21 و 28 ؟ اجب ان اطلع هاي هذولا تبعت ايه ال 21 طلعوا لي حبائبي وهذولا تبعت ايه ال 28 ماذا يشير المشترك بين هاي و هاي مش اشي مهم يا حبائبي هذا البشرح فيه مش اشي مهم هاي طريقة الكتاب طريقة الكتاب الشرح للأسف الشديد تعيسة شوي طيب ما علينا بس ياذا حبائبي شو اللي تحت و اللي فوق نفس الاشي طلعوا لي هنا واحد ايه وهنا واحد اذا ايه اول شي مشترك ال 1 و ال 1 الثلاثة فيه ثلاثة هان مفيش اه اثنين هل فيه اثنين هان مفيش اثنين فوق اربعة و السبعة فيه سبعة هاي فيه سبعة وهانا في ايه فيه سبعة اربعطاش فيش 14 و 28 و 28 شو المشترك الواحد والسبعة اللي الاحب ان العدد 7 هو العام المشترك الاكبر لنظر الواحد وثمانية وعشرين ويرزمز له بالرمز عين ميم ألف عين يعني عامل ميم مشترك وألف أكبر تمام يعني عيالنا الخياط باستطيقنا الشريطين أكبر قطع متساوية الطول طول كل منها قد يهد 7 متر تمام طيب حبيب هذا الاشي مش مهم النشاط ما بديك تعرف في ولا اشي بس هيك حلناه بطريقة الكتاب خلينا نكمل يا أبطال نيجي نطلع على نشاطي اثنين نشاطي اثنين هل بشرح لي يا حبايبي شو يعني عامل مشترك أكبر هذا هو النشاط يعني اشي سهي اشي بسيط بس بدي ياك تركز فيك بيجي واحد بيقول لي يلا بدي عوامل هاي أجد العامل المشترك الأكبر لعدين 36-48 يلا عوامل عدد 36 باجي بطلح هي 36 من تبدأ طول العوامل هاي حبايبي بقسم عشو يا حبايبي يقول لنا قصة متكررة عشو عتنين يلا 36 عثنين قداش فيها قولنا حلناه قبل شوي في ايه في المراجعة 18 صح 18 عثنين قدي فيها 9 عثلات 3 عثلات 1 تمام يلا شو العوامل ايه العدد 32 يلا اثنين عندي اثنين بدي شعيدهم تمام والثلاث وعندي كمان يا حبايبي ايه الواحد وبعدها عندي التسعة وبعدها عندي التمنتعش وبعدها حبايبي عندي ايه الستة والثلاثين طيب هاي في عندي كمان ضل كمان شغلة طب شو كمان طيب 36 بقدر قسمها شوي حبابي كمان على 3 يلا 36 تقسم 3 قدي 12 عثلات اربع على ايه تنين اثنين عثلين وواحد يلا شو الاشي الاجهي الجديد اعطاني اربع و اثناش تمام يلا حبابي شو الاشي الاجهي الجديد اعطاني هون اذا بتلاحظ ستتة وتلاثين و ثلاثة اثناش اربع اثنين اثنين و احد يلا يلا يا حبابي اللي هي 12 وكمان الار الاربعة في عندك كمان عمل مفقود اعتقلنا نسينا نكتب واحد منهم اثنين كتبنا الثلاث كتبنا الواحد كتبنا تسعة طمنتاش وستة ثلاثين كتبناهم ايه اطناش كتبنا مكتوب الاربعة مكتوب تمام ثمنتاش مكتوب ستة وثلاثين مكتوب طيب تمام وضع اللي هو حبابي اللي هو ايه الستة تمام ستة كمان بوضبط تمام بالطريقة هاي كمان بوضبط ايه الستة اخر شي طيب عوامل عدد تمانية واربين يالله تمانية واربين دي حالي تمانية واربين للعوامل كلها يلا حبابي تمانية واربعين عى تنين يلا أربعة كم اثنين فيها اثنين ثمنية كم اثنين فيها اربعة عى تنين نين عى تنين واحد وتنين اثنين اثنين ستة عى تنين ثلاث ع ثلاث واحد شو عوهم ليه حبابي بجبه ببلش الواحد اول اشي بعديها عندي الثنين بعديها عندي الثلاث بعديها عندي الستة بعديها عندي اتناشر بعدي عندي الاربع وعشرين بعدي عندي الثمانية واربعين تمام طيب اثنين في اثنين في اثنين تمانية تمانية كمان في عندي اعمل ومعنا كمان يا حبايبي والسطعش كمان عامل ومعنا يا حبايبي الثمانية ممن أجلتنا اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين تعطيك ثمانية وضرب الثنين في اثنين في اثنين في اثنين بعطيك ستة عاش وضرب من في ثلاث بعطيك ثمانية واربعين وخلص تمام طيب شو اللي ضل يضي حبايبي قلنا الستة قلنا الثمانية ضل اعتقد اربعة عشر صح ولا انا متخربط اربعة عشر لا ناش برضه بتزبطش ثمانية واربعين في كمان عامل ضل مفقود عندنا شو هو يضي حد خلينا نجرب من الواحد واحد ضبطت حطنا تنين ضبطت اربعة وعشرين حبيبي تمام هاي عوامل ايه العدد ثمانية واربين كيف طلعناهم في عندك هاي طريقة او شكيف بعمل نعمل هي باجي بطلعي ثمانية واربين ببلش من الواحد واحد ضرب ثمانية واربين بعطين ثمانية واربين ثمانية واربين بحط اثنين اذا ثمانية واربين تقسيم اثنين شو بعطيني اربعة وعشرين تمام الاربعة وعشرين محطوطة مرتين مناتا مش هو العامل بعدها 48 ثلاث بصبط 3 حط 48 3 ضرب ايه ضرب 16 صح وكمان اي حبابي 48 شو يساوي 4 ضرب شو ضرب 12 وكمان 5 بصبط بصبط شو 6 48 يساوي 6 ضرب 13 6 ضرب 8 صح 48 يساوي 7 بصبط 8 ضرب 6 تمام 48 يساوي 9 بصبط 10 بصبط 12 بصبط 12 بصبط حطينا 12 ضرب 4 تمام طيب شو الوش المفقوطة 13 بصبط 14 ما بصبط 15 بصبط 16 قولنا 16 بصبط 17 بصبط 18 فم توش خلق مديد من زبطول التي تقصد哎 too تساو ممتيد من زبط 23 بصبطه فيا يا بصبط فنحن نعطي واحد ثماني واربعين محطوطة محطوطة واحد محطوط اثنين محطوط ثلاثة محطوط أربعة محطوطة لا ... الأربعة لست أعطينا تمام إذاً الأربعة هي المفقودة تمام إذاً هيك تمام يلا ايضا فعلت مشترك بين فوق تحت يا حبايبي أصبح نأتي بتظلع اثنين فوق تحت وكمان أصبح نأتي بتظلع الواحد كما تحت تحت. وكمان شو عندي كمان غيرهم. وعندي كمان التلات كمان فوق وتحت. كمان يا حبايبي. الستة في فوق وتحت. آه هي الستة هاي. مع الستة هاي. التسعة في تسعة ما فيش. خمانطاش ما في طمانطاش ستة وثلاثين. ما فيش ستة وثلاثين. اطناش. لا اطناش موجودة. هايها اطناش. هايها هون. ما تخافوا يا حبايبي. امور صعبة شوي ما تخافوا كمان شوي بتصير سهلة. اربعة هاي اربعة. تمانية واربين فيش. ستتاناش ما فيش. تمانية ما فيش ما فيش. طيب تمام. العوام المشتركة للعددين هذولو شو همه. يا ضباجي بطلع الواحد. بعد الواحد التنين وبعد التنين التلات وبعد التلات الاربعة وبعد الاروة شو قلنا الستة. وبعد الستة شو اطناش. يلا حبيبي انو اكبر واحد العام المشترك الاكبر للعددين انو الاكبر واحد فيهم في الاعداد هذول. راح تقول لي ايه اطناش اطناش. تمام. هذا هو نشاط. طيب هزا حبيبي نشاط شماله مش مهم بديش اياك تفها ما ولا بدي اياك تحفظها بالطريقة حايم في عنا الطريقة ثانية اسهل على الحين بوريك اياها مشان توجد ايه العامل المشترك الاكبر شو هي الطريقة على الحين منشوفها كمان شوية العامل المشترك الاكبر يا حبيبي اكبر عادة تقبلها الاقسام القسم عليه دون باقي نيجي نطلع على هذا الايه للنشاط وبعدها يا ابطال بنفهم كيف نوجد العامل المشترك الاكبر طلعوا معي هذا هو هم اشي حبيبي خلاصة الدرس بس في الفكرة هاي يلا اجد العامل المشترك الاكبر العددين 36 و 48 بعد جبطل طلع 36 تقسيم 2 قد يبعطيني 18 18 تقسيم 3 6 6 تقسيم 2 3 وكذلك 48 تقسيم 2 24 24 تقسيم 2 12 12 تقسيم 2 6 6 تقسيم 2 3 اذا 36 شرعة الاولية 2 و 3 و 2 تمام مصبوط و 3 اخر شيء 3 ما هو بديك تكملها هاي هاي ع 3 شو بعطيني 1 هاي هم هول 48 يا حبيبي طبعا تكملها ع 3 و 1 يلا اذا هاي 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 يعني 2 2 3 3 3 يلا طرح شو ليش المشترك بين الفوق والتحت 2 2 2 3 اذا العامل الاولية المشترك العددين 36 و 48 شو هما يا حبيبي 2 و كمان 2 و شو كمان 3 صح؟ اللي فوق والتحت طيب حاصل ضرب بحبيبي العامل الاولية المشترك العددين شو هما منضربهم في بعض اللي هي 2 و 2 و 3 2 ضرب 2 ضرب 3 2 ضرب 2 4 ضرب 13 راح تقول لي طلع نفس الجواب فمعناته شو اسمه هاذ هذا اسمه العامل المشترك الأكبر طلع نفس جواب ايه نفس جواب التحليل للعامل في السؤال الصابق هل هذا العدد هو العامل المشترك الأكبر؟ نعم لماذا؟ لأنه يا حبيبي أكبر عدد ايش بيقبل القسم على 36 و 48 مع بعض تمام؟ تمام طيب شو الطريقة؟ امشي معي على الطريقة خليني ايه افاهمك ايها الحين طلع ما اسهل هالطريقة ناخد نشاط 4 و نحل الطريقة بالطريقة هاي طلع نشاط 4 مع اسهل شو بأعمل؟ يا الله حبيبي شو ما أعطيني؟ قال لي بدي العامل المشترك الأكبر للعددين طلع شو بأمسك هالعددين؟ عندك 12 و عندك 30 بأمسك 12 بحل العوامل الأولية يالله حل اللي 12 للعوامل الأولية باستخدام طريقة ايه؟ القسمة المتكررة يالله 12 تقسيم شو؟ 2 شو يساوي حبيبي؟ 6 يالله 6 تقسيم 2 شو بأعطيني؟ 3 يالله الثلاثة قلنا شو منقسمها حبيبي؟ 3 شو بأعطيني حبيبي أخرها؟ 3 ع 3 شو بأعطيني؟ 3 شو بأعطيني واحد إذن شو العوامل الأولية حبيبي العدد 12 اللي هي 2 و 2 و 3 هي 2 و 2 و 3 تمام؟ طيب طيب يا حبيبي والحين بدنا نأخذ العدد الثاني شو هو 30؟ هاي 30؟ يالله بدي أقسم شو بأقسمي حبيبي؟ 30 على تزوجها شو بأقسمي على 2؟ شو بأعطيني أبطال يا حلوين؟ 30 على 2 بأعطيني 15 الثلاثة شوفنا فيها 5 عشو بأقسمي حبيبي على طول على 5؟ مش قلنا أنا دائم بأقسم على عدد أولي؟ يالله 15 على 5 شو بأعطيني 3؟ وآخرها 3 عشو بأقسمي على 3؟ 3 على 3 شو بأعطيني أبطال؟ وعطيني 1 إذن شو العوامل المجلي يا حبيبي؟ للعدد الثلاثين وثنين وخمسة وثلاثة هاي محطوط 2 وخمسة وثلاثة حطهم فوق بعض هاي قال لك 12 ثلاثة واثنين واثنين ثلاثين ثلاثة واثنين وخمسة إذن شو المشترك فوقه تحت رح تقولي الثلاث والاثنين إذن شو حبيبي بحطهم شو الإشي المشترك هاي ثلاث ضرب شو ضرب اثنين هاي هم هذول شو بأعطيني 6 إذن شو العوامل المشترك الأكبر يا حبيبي لاثنين واثنين واثنين وثلاثين هو إيه ستة فيمني حبيبي كيف الفكرة؟ طيب كمان مرة بنأخذ الفكرة في كمان سؤال ما تخافوش تمام طيب تطلع على نشاط خمسة يلا حبيبي مع بعض طلعوا معي على نشاط خمسة يلا بدي أكتب الكسر تسعة وسبعة وعشرين بأبسط صورة باستخدام العام المشترك الأكبر للبسط والمقام يلا بدي حل العددين لشو؟ للتسعة لايه؟ للعوامل الأولية التسعة شو يا حبيبي من العوامل الأولية هاي بمسك التسعة بقسم معه شو؟ على ثلاث تعطيك ثلاث على ثلاث شو بعطيني واحد تمام إذا التسعة شو يساوي ثلاث ضرب شو؟ ثلاث سبعة وعشرين نفس المبدأ يا حبيبي سبعة وعشرين تساوي ثلاث ضرب ثلاث ضرب شو؟ ضرب ثلاث إذا شو لعمل المشترك الأكبر يا حبيبي العددين تسعة وسبعة وعشرين؟ يلا بجبا شو كيف بدأ طلع؟ هاي هاي مشترك وهاي شو مالها مشترك؟ إذا بدرب ثلاث ضرب ثلاث شو بعطيني؟ تس تسعة إذا نقسم كل منهما على العدد أنو تس تسعة ليش؟ لأنه أكبر عدد ممكن نقسم ما عليهم تمام؟ مشترك بينهم يلا تسعة اللي هي فوق بقسمها شو على التسعة شو بعطيني يا حبيبي؟ بعطيني واحد سبعة وعشرين شو بقسمها يا حبيبي؟ على التسعة شو بعطيني هاني أبطال؟ بعطيني ثلاث إذا شو أبسط صورة ثلاث شايفين كيف اشتغلنا بايه؟ بصيغة لعاب المشترك الأكبر لتبسيط الكسور نفس الفكرة يا حبيبي نكمل ايه؟ كمان واحدة نشاط ستة وبعدها ان شاء الله نبلش في التمارين والمسائل الشي سهل يا حبيبي مش الشي صعب بس بديو شو؟ بديو شوية تدريب يلا نروح على نشاط خمسة يلا اكتب الكسر اربعة وخمسين على اثنين وسبعين بأبسط صورة بجي بطل على الاربعة وخمسين يلا هاي اربعة وخمسين بأخذها على شقة هون هاي الاربعة وخمسين شو بديو اقسم هاي حبابي؟ هاي عندي اربعة زوجي بحطها اثنين يلا خمسة كم اثنين فيها بتقول لي اثنين بيضالها نواحة الاربعة عشر كم اثنين فيها سبعة سبعة وعشرين ماذا التقسم هاي ؟ تقسم على ثلاث كم اثنين وعادت تعطيك ثلاث كم اثنين وعادت تعطيك واحد يلا شو العوامل لي حبابي ثلاث والثلاث والثلاث وهي اثنين وهي ثلاث وهي ثلاث وهي ثلاث تمام 72 ملا حبابي بدي اخذها الحين اشوف 72 طلع معي اي 72 يلا بده اقسمها 72 شو لعد الاول زوجي عشو بدي اقسمها على اثنين يلا 72 عثنين بقولي سبعة كم اثنين فيها حبابي فيها ثلاثة وشو بيظل بيظل واحد اتناعش عثنين كده فيها ستة ستة عشو بي حبابي زوجي عثنين ستة ثلاثين ثلاثة كم اثنين فيها واحد بيظل واحد هان ستة عشو تقسيم اثنين يا حبابي اللي هي تمانية عثنين تسعة على تلات تلات عثلات واحد اذا شو 72 وهي اثنين في اثنين في اثنين في ثلاث في ثلاث صح او لا اذا شو العامل المشترك الاكبر باجي بطل يا حبابي شو ليش المشترك بين فوق وتحت راح تقولي اثنين مشتركة مع هاي الثلاثة مع شو مشترك راح تقولي الثلاثة هاي مشتركة مع الثلاثة هاي باقولك صح والثلاثة هاي شو ما لها راح تقولي مشتركة مع شو مع الثلاثة هاي اذا شو العامل المشترك الاكبر للعددين يا حبابي لهم اثنين وثلاث وشو كمان وثلاث يلا اثنين ضرب ثلاث ضرب ثلاث وشو نطلع العامل المشترك الاكبر يلا اثنين في ثلاث في ثلاث 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 هاي سأشرح لك إياه في المركز بطريقة أحسن شوية من هيك بس يعني هذا هو المبدأ إذا الماما يتتابعك سأتوقع عنها إياه ستعرف كيف الطريقة تمام إشي سهل يعني مش إشي صعب بس بدو شو بدو شوية تدريب يلا نروح على إياه يا حبابي نروح على التمارين والمسائل نغني نجي نطلب مع بعض يلا أجل للعامل المشترك الأكبر لكل من العدد الآتية سأتستخدام طريقة شو العوامل ايه المشتركة يلا شو طريقة العوامل المشتركة بحلل هاي بحلل هاي يلا ألف معطينا عددين لهم ايه اتناش هاي بحطهم على شقة هاي اتناش ومعطيني إيش كمان ومعطيني العشرين هاي طريقة العوامل المشتركة كيف أشتغل طريقة العوامل المشتركة حبابي قلناها بمسك اتناش بحلل العوامل الأولية يلا هاي اتناش حلل لي هاي العوامل الأولية استخدام شو طريقة الشجرة اتناش وشو بقسمها رح تقول لي على اثنين اتناش على اثنين ستة ستة شو بقسمها على اثنين ثلاث 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 واحد ماذا ساوى 12 سوف تقول لي 2 و 2 و 3 2 ضرب 2 ضرب 3 يلا العشرين يجب أن تطلع على العشرين يجب أن تحلل العوامل الأولية هاي عشرين يلا اقسمها ماذا أقسمها يا أبطال يا حلوين على 2 ماذا أعطيني 10 على 2 5 والخمسة ماذا أقسمها على 5 ماذا ساوى 1 اذا 2 ضرب 2 ضرب شو ضرب 5 ومن الحكي هذا يا حبابي شو بأعمل بشوف هويني حبابي الاشي شو مالا متشابه هاي واحدة متشابهة هان وهاي ايه كمان واحدة متشابهة هان فوقه تحت اذا بحط العامل المشترك الاكبر بين 12 والعشرين شو هو بقول 2 ضرب شو 2 بأخذ واحدة من كل واحدة 2 اخذنا واحدة من هان واخذنا 2 من هان 2 ضرب 2 قد يبعطيني R 4 اذا هذا هو العامل المشترك الاكبر بين 12 والعشرين هاي حل السؤال الاول يلا السؤال البعده شو اللي بعده يا حبابي بأ شو بأ السبعطاش والواحدة وعشرين هاي بأ اللي هي سبعطاش نتاحة هاش عندي واحدة وعشرين يلا باجي بأطلع على السبعطاش بدي احلل العواملها الاولية يلا هاي السبعطاش يلا بتقول لي السبع شو مالها فردي بدي اقسم على ثلاثة بقول لك بوضبط لا في عدد بضربة في الثلاث بعطيني السبعطاش اذا ما زبطش طيب ما زبطش على الثلاث شو باجر باجر بالسبعة سبعطاش على سبعة زبطت كمان فيش عدد ايه يا حبابي في جدول السبعة بعطيني سبعطاش اذا شو يعني الحكي هاذ يعني عدد شو مالها هاذ عدد او اولي يعني السبعطاش شو يساوي حبابي بس سبعطاش عدد اولي زي ما هو منحط طيب الواحد وعشرين يلا الواحد وعشرين حبابي يلا ننحل الواحد وعشرين عشو بلا قسم فردي عشو بقسم على ثلاث شو بعطيني سبعة والسبعة على سبعة شو بعطيني واحد تمام اذا الواحد وعشرين شو يساوي حبابي الثلاث ضرب سبعة باجو بتطلع هل في اشي مشترك بين الفوق والتحت بتقول لي 17 ولا هانا فيه 17 وهانا 3 و 7 كل واحدة لحال اسعى تقولي 7 مع 7 هاي 17 ما فيش عدد مشترك اذا شو يا حبايبي لا يوجد عامل مشترك ايش اكبر لا يوجد عامل مشترك اكبر في ايه في با او السابق الاشي م premise وهي او ما ايش هبايبي 20 و 45 هاي عشرين و هاي او حبايبي ايه 55 يا ابطال باجي بدكت على العشرين عشرين التهاني اY2 10 الاشيبول الاخنسة ال biking الabundo يلا 45 اشو بدي اقسم معي حبابي بشوفتنا الخمسة اشو بقسم معها 45 تقسيم 5 حبابي 9 9 9 على شو ع 3 3 ع 3 3 1 اذا 45 شو تساوي حبابي هينقل لهم 5 في 3 في 3 5 ضرب 3 ضرب 3 والاش نشو حبابي يساوي 2 ضرب 2 ضرب 5 2 ضرب 2 ضرب 5 يلا شو المشترك حبابي باجو بتطلع 2 فيش 2 2 فيش 2 اذا شو المشترك بس حبابي الخام الخمسة اذا شو العامل المشترك الاكبر بس الخمسة اذا 5 فقط لحال تمام هاي جيم ايه حلناها يلا شو بنا ناخد بنا ناخد دال السؤال هذا هم سؤال حبابي توقف في الامتحان يكون في سؤال زي عيدال عدد الاولية اثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وحدعش قلتك يحفظ لحد ايه لحد الثلاثة ايه لحد الثلاثة ايه اذا اهداف شو بقسمها على احدعش شو بعطيني واحد اذا اثنين وعشرين شو رقم الاولية ايه لها اثنين ضرب شو؟ ضرب احدعش طب يلا نتطلع على الثلاثة والثلاثة يلا نتطلع على الآسف هل الاربعة والثلاثين هي الاربعة والثلاثين هم يلا اربعة والثلاثين شو ب Relجم متخ賭 على اثنين عدد زوجي يغلو ثلاثة كم اثنين فيها بتوقولي ال~~واحدة بضل ايه شو واحد اربعة وعطون عاتنين سب سبع الحبابي hull Smith stabil ense أي حبابي على تول على ايه على سبعتعش تلقينا عدد أولي فايش بعطيني واحد مرحب ثلاثين شو يساوي اثنين ضرب شو سبعة عشر شو الاشي المشترك يا ابطال بين هاي وهاي اللي هي ايه اثنين تمام تمام هاي العدل المشترك للعامل المشترك الاكبر شو يساوي حبايبي اثنين وهي حبايبي حل ايه شو حل دال طيب يلا خلينا ايه نكمل على السؤال الثاني كثير سهل الاشي وكثير بسيط بس بده شوية تركيز شوية تركيز زغيرة كثير عجب اتطلع على الاشي يبا بدي العامل المشترك الاكبر لعداد اربعة وخمسين وستين واثنين وسبعين باستخدام طريقة التحليل للعوامل يبا منحطهم شو نعدل اول هاي اربعة وخمسين يساوي وعندي التاني شو التاني حبابي اللي هو ستين هاي ستين يساوي الثالث ايه شوية ابطال يا حلوين اللي هو اتنين وسبعين هاي اتنين وسبعين يلا كل واحد يحلله على شقة الاربعة وخمسين يلا نحللها باستخدام طريقة التحليل لعوامل اولية يلا هاي اربعة وخمسين والبعد هاي حبابي يلا اربعة وخمسين شو بتقسمها يا حبابي اتنين الاربعة كم اثنين فيها اثنين والخمسة طالعوا معي الخمسة كم اثنين فيها اسف اثنين شو بتضغل واحد الاربعة ع 움직 tienen فيها سبع سبع وشنان شو بتقسمها اطولعا ثلاث لانا فيها سبعها اطول شو بتقطيني تسعة تسعة على تلات تلات تلاتة واحد صح اهذا magari مهم ؟ التابع وا比عتي اثنين ثلاث 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 سي اثنين ضرب ثلاث ضرب ثلاث ضرب ثلاث جاهزة يلا الستين نيجي نبطلع على الستين يلا الستينanga شو بتقسمها هو البيع اثنين معك 60 شيكر على 2 قدي 30 على طول على 2 حبابي 15 على 2 على 5 على 5 طبعا على 3 ثلاث على 1 اذا 2 2 5 3 فدي ضرب 2 ضرب 5 ضرب شو ضرب 3 72 يا ابطال يا حلوين هذه 72 اخر 1 ابطحون يلا عثنين سأأأتي السبع كمثل اثنين فيها يا حبايبي ثلاث وشو بيضع الواحد اثناش عثنين ستة يلا شو بقسم عثنين ستاتة كمثل اثنين فيها واحد والستعاش كمثل اثنين فيها تمانية الثمانطعم عثنين تسعة على تلات تلات عثلات واحد اثنين 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 ثلاث على تلات لقم ثلاث على تلات لمعه اشرح من العثل التي فيها يلا ربما يكون شيء مشترك بين هام و هام و هام بعد اثنين هام موجودة و هانا موجودة اول شيء يلا وبعد ها ثلاثة موجودة هام و موجودة هان و موجودة هان اذا هاي الثلاث بعد اطلع ثلاثة موجودة تحت لا هذا كمان موجود في النص لا اذا خلاص اذا شريش المشتركي حبابي اثنين واي والثلاث اذا العامل المشترك الاكبر شو يساوي اثنين ضرب شو ضرب ثلاث ويساوي قد ايه ستة هذا العامل المشترك الاكبر اثنين ضرب ثلاث ستة هل هو صعب الاشي مش صعب يا حبابي تلقى المشترك وبتاخذ واحد منهم وبتضربهم في بعض وبطلع معك الجواب مش اشي صعب بس ايه بدك تمشي شوي شوي طيب نشوف يا حبابي اكتب كل الكسور بابسط صورة ان ايه ان امكن طيب تمام نشوف سؤال ثلاث بجيب اطلع يا حبابي على سؤال ثلاث هاي الف يلا اول واحدة شو اعطاني اعطاني حبابي خمستاش على عشرين صح ولا لا يلا بدى احلل الخمستاش بحلل الخمستاش العام الاولية عشقه يلا خمستاش شو بدى اقسم ع خمسة بعضيني ثلاث ع ثلاث شو بعضيني واحد اللي عشرين يا ابطال يلا ايه العشرين ايه ايه الشو بدا بأقسم؟ عثنين 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 15 عثنين 5 هذا الخامسها شو بتصير تساوي؟ 5 ضرب شو ر Det faire وال العشرين شو تساوي حبابي 2X2 مصرح تمام طيب شو يوم المشترك بين اللي فوق واللي تحت حبابي طلع علي شو ليش المشترك رح تقول لي الخام الخمسة مدام الخمسة شي مشترك شو ما لها اشطب هاي محاي مباشرة بديش طريقة الكتاب اشطبها يا حبابي شو بيضال بيضال عندك الجواب ويساوي شو الجواب يا حبابي فوق ثلاث وتحت اتنين ضرب اتنين شو بعطيني اربعة هذي شو اسمها ابسط صورة هاي شايف بس اشطب هين مع بعض تمام بدل ما تطلع لكل عام المشترك الاكبر خمسة وبعدها حبابي تقسم بنفس الطريقة لا هي طلع ثلاثة على اربعة مباشرة اشطب دايما ايه المشترك في الكسر طيب نخذ با نفس المبدأ حبابي هاي با اربعة وعشرين ااسف على قديش يا ابطال على ستة وستين تمام باجي بتطلع هاي الاربعة وعشرين يا حبابي هاي الاربعة وعشرين هون يلا عشو بقسمها عتنين اربعة وعشرين عتنين اتناعش ليش اتنين عتنين واحد واربعة عتنين اثنين اتناعش تقسيم اتنين ستة عتلات اواسف عتنين كما ما ارى تلات تلاتة بعطيكيش واحد تمام اذا اربعة وعشرين شو هي اتنين هاي انا بنقل منهاي حبابي شرفين ضرب اتنين ضرب اتنين ضرب شو ضرب تلات على قديش يا ابطال ستة وستين يلا ده ستة وستين دخذهم لحالي ستة وستين يلا شو بدي اقسمها عتنين ستة كم تvenين فيها ثلات والستة كمان ثلاث بايجي بدي اقسم الثلاثة وثلاثين شو بقسمها عها ثلاث 3؛ كم تذلاثة فيها واحد ثلاث كم تذلاثة فيها واحد اتنين ضرب اتنين ضرب شو ضرب اتنين يلا شو هاي محاي شو مالها بتشطب وهاي محاي بتشطب شو بيضال عندي يلا شو بيضال هان ابسط صورة اتنين ضرب اتنين اربعة ويحبايبي هان اقدش وضال تحت اهداش شو ابسط صورة اربعة على ايه على اهداش تمام يلا ناخذ ايه الفارع جيم يلا الفارع جيم اللي هي حبايبي قدم تسعطاش على ثلاثة وعشرين تمام يلا تسعطاش نحلل التسعطاش نشوف التسعطاش التسعطاش حبايبي مباشرة شو هو عدد ايه اول ايه نكون عارفين فبتضل ايه التسعطاش والثلاثة وعشرين يا حبايبي بناشي نغلب حالنا شو كمان ثلاثة وعشرين كمان عدد شمالة عدد اولي ليش جرب مش راح يقسم على ايشي مش راح يقبل يقسم لا على واع على ثلاثة ولا على اثنين ولا على اربعة ولا على ايشي اذا شو ابسط صورة هاي ضلت زي ما هي يعني جيم بس سابعة تيجي في امتحان بس حاطينا في الكتاب بالطريقة هاي مش ايش الصعب يلا خلينا نكمل على ايه على سؤال اربعة سؤال اربعة سؤال مش ايش صعب كمان يلا مصرح مدرسة الشهداء الاساسية قدي طولي حبابي تلتمية وخمسين سانتي وقديش عرضي حبابي تلتمية سانتي يرى تبليت ارضيته بقطع بلاط مربعة الشكل وتوجد منها عدة نواع بقياسات مختلفة بالصانتي في عندك 20x20x30x30x40x50x50 فمع طول اكبر ضليع لقطعة البلاط التي يمكن استخدامها شو يعني حبابي بدي اوجد العامل المشترك الاكبر بين شو بين الثلاثمية وخمسين اي الثلاثمية وخمسين واشي حبابي والتانية اللي هي قدي اللي هي ثلاثمية هيك معنى السؤال بغض النظر مش جايل نفاهمك شو يعني بلاطة وشو يعني ابعد بلاطة بس افهمها بالطريقة هاي ياغ ثلاثمية وخمسين باجو بطلة هي ثلاثمية وخمسين يلا شو بنا نقسمها يا حبابي عتنين يلا باجو بطلة الثلاثة اكمل اثنين فيها بتقول لي واحد وهنا بنحط واحد الخمسطعش يا حبابي اكمل اثنين فيها راح تقول لي سبعة صح؟ أربعة عشر تمام شو بعطين اربعة عشر بضل شو واحد العشرة كمل اثنين فيها خم خمسة صح؟ حبابي الطريقة هاي مهمة إذا انت مش فاهمها لازم ترجعني في المركز على طول يلا العد الأول خمسة بحط الخمسة يلا الواحد هي من خمسة فيه بوزبطش السبعة عشر كم من خمسة فيها راح تقول لي فيها تلات هي بحط التلات تمام وانا ايب شو بيضالي حبابي بيضالي اثنين خمسة عشرين اكم من خمسة فيها حبابي خمسة صح؟ يلا خمسة ثلاثين على خمسة على طول قد بتعطيك حبابي خ سبعة على سبعة بعطيني واحد تلات مية وخمسين شو هي اثنين ضرب خمسة ضرب خمسة ضرب سبعة يلا عندي التلات مية باجي بطلع التلات مية يلا انا بدء لقسم على ثلاث مية ثلاث مية مع ٣٢٠ إلىiędzy خمسة سبعة كم من فيها كيفية واحد وظل 2 25 25 5 5 3 3 1 تمام إذن شو حبايفي 300 بتعطيك 2 في 2 في 5 في 5 في 3 تمام باجي بتطلع هاي 2 شو اللي شو المشترك 2 وكمان الخمسة وكمان شو الخمسة فيش غيرهم ما فيش ثلاثة ما فيش فوق واثنين ما ضلش فوق إذن شو العام المشترك الاكبر يا حبايفي اتنين ضرب شو ضرب 5 ضرب 5 اللي هي اتنين ضرب 15 عشر ضرب 5 50 إذن شو اكثر قطع ما قدر نستخدمها 50 في شو في 50 تمام 50 في 50 هاي هي اكثر شي ما قدر نستخدمها تمام إذن ما قدر نستخدم 50 في 50 يا حبايفي منقدر يا حبايفي نبلط القاعة طيب نروح لبعدها سؤال خمسة نجي نطلع على سؤال خمسة سهل أرسم شكلا يوضح بكم طريقة يمكن استخدام 16 بلاطة في المرة الأولى و 17 بلاطة في المرة الثانية و 24 بلاطة في المرة الثالثة تبطيق منطقة مستطيلة الشكل باستخدام جميع البلاط في كل مرة طيب طالعا معي يا حبايفي شو المرة الأولى عندي 16 هاي 16 والمرة الثانية شو عندي حبايفي 17 هاي 17 والمرة الثالثة حبايفي شو عندي 24 هاي 24 25 تمام طيب حسنا شو بدنا نرسم بدنا نرسم شكل طيب نجينا ايش نوجد العام المشترك الأكبر لل 16 وضع البيه من 16 على حبايفي 28 24 22 21 صح حسنا توصلنا نشتغلها هنا 16 2 2 2 2 2 17 يا أبطال 17 عدد ايه أولي فبظل زي ما هو 24 هاي 24 عدد اين 12 عدد اين 6 عدد اين ثلاث عدد اتلاث واحد إذن اثنين في اثنين في اثنين في ثلاث تمام طيب أجب أطلع هل في شي مشترك حبايفي بين الثلاث أقول لا ما في شي ايه مشترك طيب ايش بدي أعمل يا حبايفي هو طالب مني ايه طالب مني رسمة تمام نجي نطلع على المنطقة هاي المنطقة يا حبايفي شو بنا نحط في الأول نحط في الأول 16 بلاطة تمام يعني كيف نقسمها بدنا نقسمها يا حبايفي طالعوا معي ياذا كل مرة شو بنا نقسم هذا هذا عندي 16 بلاطة يا أبطال منطقة هاي هاي عندي هانا قسم آه وعندي تحت كمان قسم يعني تقريبا نفس الأبعاد وهانا قسم هاي ايه حبايفي ايه أربعة قسم تمام طبعا بازم يكون الاشي متساوي تمام هاي الاشي ايه بالطريقة تقريبا متساوي يعني مش كثير تقريبا متساوي طيب الشغل الثاني حبايفي هاي عندي ايه نساوي 16 مش مهم السؤال هذي حبايفي مش راح يجي في امتحان بس احنا مضطرين نحلها يعني فهمت ما فهمتش مش مش مهم تمام هاي واحدة وهي هاي حبايفي شو كمان واحدة تمام هاي حبايفي ايه 16 بلاطة طيب هاي شو بنا نستخدم 17 بلاطة كيف بنا نستخدم 17 بلاطة في المرة التانية بدنا ايه بدنا حبايفي نستخدم في كل مرة 4 بلزيل لنا كمان بلاطة نقسم هاي كمان من النص تمام سويها بلاطة ايه متساوي تمام 17 بلاطة توقع بيجي هيك الامور راح تيجي ايه بالطريقة هاي تيجي السبعتاشر بلاطة طيب تمام يعني مش راح اقدر رسمها مش راح تيجي معي بس يبتخذها بالزوايا بتوقع بيجي كمان 17 بلاطة و الاربع و عشرين حبايبي اللي هي منطقة مستطيطة الشكل اعطيها بالطريقة هاي تمام يعني هاي هي كان الاشي يعني فيش اشي مشترك بينهم يعني طيب تمام سؤال الخامسة مش اشي موهم يعني انك شطب هالسؤال الخامسة شطب مش اشي بيهمني اهم اشي حبايبي مشان اوجد العامل المغلخص الدرس اشي في عندي اسم اسم العامل المشترك الاكبر شان عامل المشترك الاكبر يعني حبايبي اكبر قاسم بين ايه بين عددين شان اكبر قاسم بين عددين يعني حبايبي عددين بقسمين على اعداد اكبر واحد من البقسمين عليهم بين اثنين المشترك يا حبايبي هذا بنسميه العامل المشترك الاكبر طيب كيف باوجدها باوجد حبايبي احلل هذا شو للعوامل الاولية وبعدها شو يا حبايبي اوجد الاعداد المشتركة او العوامل المشتركة وبعدها شو يا حبايبي بضربها في ايه بطلبها في بعضها وبطلع معي شو بطلع معي ابطال بضربه في بعضها شو بطلع معي بطلع معي العامل المشترك الاكبر جاهز تمام تمام هيك يا ابطال منكون احنا بيهزين في الدرسات سهل مشوشو صعب طيب يمكن انا اسف يمكن سؤال خمسة مشروح تمنيح بس يعني مش مستهل وقته بالنسبة يعني تمام خلينا ايه الروح لا درس تاني يعني مضي وقته السؤال الخمسة مش رح يجي شي زي هيك طيب شوفكم ان شاء الله في الدرس الرابع والاخير في الوحدة الخفيفة هاي يعني اللي هو المضاعف المشترك الاصغر ونشوفكم ان شاء الله حبابي الى اللقاء شكرا شكرا شكرا